قناتك التعليمية ننتقل إلى الصفحة 93 ثالثا أكمل الشكلان واحد واثنان لهم قياس محيط نفسه نعم أم لا إذن وحدة القياس هي هادئ هادئه هادئه الوحدة إذن سنحسب إذن واحد اتنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة دمانية تسعة عشرة احدى عشر اتنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن ستة عشر بالنسبة للشكل الثاني سنحسب كذلك بالنسبة لهذه الوحدة إذن واحد اثنان ثلاثة اربعة نعيد الحساب لأننا بدأت من هنا اذا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدى عشر اثناش تلتاشة ربعتاش خمسطاش ستاش اذا ستة عشر كذلك هل لهم قياس المحيط نفسه اذا نعم لهم قياسه المحيط نفسه ننتقل الى السؤال اربعان اذا هذا اذا هذا يعني الى الواحد الحقل قلنا هو المحيط دائما المحيط الشكل هو مجموعه اضلعه مجموعه اضلع هذا الشكل لدينا هذا الاضلع كلها بالمتر عدى تسعة ديكامتر واثنى عشرة ديكامتر اذا تسعة ديكامتر كم تساوي من متر اذا حولناها الى المتر اكيد سنجد تسعون متر بالنسبة الاثنى عشرة ديكامتر اذا حولناها الى المتر سنجد مئة وعشرون متر وهنا سنحسب وهنا سنحسب سنحسب محيط هذا الشكل وهو اذا تلاتون متر زائد تلاتون متر زائد تسعون متر زائد خمسون متر زائد مئة وعشرون متر زائد تمانون متر متر زائد تمانون متر اذا تساوي اذا حسبنا هذا الاضلع كم سنجد اذا احسبوا كم سنجد وتأكدوا اذا كم سنجد سنجد أربعمائة متر سنجد اربعمائة مت متر اذا الجواب الصحيح هو سي ننتقل الان الى التمرين خمسة احسبوا قياس محيط كل شكل بالوحدة في اذا ها هي الوحدة في ونحسب كل شكل كيف اذا كما في التمرين ثلاثة انتبهوا معي اذا لدينا الشكل ا سنحسب بالوحدة في واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدى عشر عشرة ثلاثة عشر اربعة خمسة ستة عشر اذا بالوحدة في سنجدوا محيط الشكل اهو ستة عشر بالنسبة البيوسي حاولوا ان ان تحسبوا بنفس الطريقة اذا كم ستجدون اتمنى ان تجدوا المحيط صحيح اذا نحسب جماعة اذا واحد واحد اه جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعود عشرة احطاش تناش تلتاش اربعتاش خمسة ستة سبعة تسعود اشرة احطاش تناش تلتاش اربعتاش خمسة ستاش تمنتاش تسعتاش عشرون قياس احطاش تناش تلتاش تلتاش تونجل او قياس المحيط هو الطول زائد العرض في اثنان اذا الطول زائد العرض في اثنان اذا نتبهوا اذا نتبهوا هنا ماذا لدينا اذا لدينا خمسة اذا الطول زائد العرض في اثنان اذا خمسة ماتر زائد ثلاثة ماتر في اثنان خمسة ثلاثة ثمانية 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 في اثنان هي ثمانية في اثنان ستة عشرة ماتر اذا هنا ستة عشرة ماتر ننتقل الى المستطيل بي لدينا عشرة كيلو متر نو كيلو متر زائد ستة كيلو متر في اثنان اذا عشرة زائد ستة عشرة زائد ستة هي ستة عشر ستة عشر في اثنان هي اثنان اذا هي اثناني وثلاثون كيلو متر اذا اثناني وثلاثون كيلو متر ننتقل الى المستطيل سي لدينا خمسة عشرة هكتو متر زائد ثمانية هكتو متر في اثنان الطول زائد العرض في اثنان اذا خمسة عشر زائد ثمانية كام؟ هي تلاتة وعشرون تلاتة وعشرون في اثنان هي ستة واربعون هيكتو متر اذا ستة واربعون هيكتو متر ننتقل الى التمرين السابق اكمل ملء الجدولين اكمل ملء الجدولين لدينا هنا مربع قياس الضلع عشرة ماتر بي اه لدينا محيط والس لدينا الضلع ماذا قلنا عن المربع؟ قلنا انه قياس محيط المربع اذا كيساوي مثلا ناخد اي وحدة اذا هي ا ا ا ا او س او دين مهم يرمز الى ان ضلع ا في اربعة اذا هنا عشرة عشرة ماتر اذا ماذا لدينا اذا لدينا عشرة ماتر في اربعة اذا اربعون ماتر هنا سنكتبه اربعون ماتر بالنسبة المربع بي لدينا المحيط وليس لدينا الضلع اذا انطلاقا من المحيط سنحسبه اه سنحسبه الضلع لدينا اربعة وستون هيكتو متر سنقوم بالعكس لن نضربها في اربعة وانما سنقسمه على اربعة اذا انجزنا عملية القسمة اذا اربعة وستون قسمة اربعة ونالذين واحد سنأخذ واحد اذا واحد في اربعة اربعة نقوم بعملية الطرح ننزل الاربعة اذا اربعة وعشرون كم فيها من اربعة فيها ستة ستة في اربعة اربعة وعشرون نقوم بعملية الطرح السفر اذا اربعة وستون قسمة اربعة تساوي ستة عشرة اذا ستة عشرة هيكتو ماتر ستسوي ستة عشرة هيكتو ماتر سنكتب ستة عشرة هيكتو ماتر ننتقل الى لدينا المربع الثالث مربع الثالث لدينا ستة عشرة ديكا ماتر ديكا ستة عشرة ديكا ماتر هنا نريد المحيط بالماتر اذا ستة عشرة ديكا ماتر كم تساوي الماتر اذا تساوي مئة و ستونة ماتر من بعد سنضرب سنضربها في اربع لانا مئة و ستتقرر اربع مرات كم تساوي اذا ستة عشرة في اربعة هي اربعة و ستون نضيف الصفر اذا هي ستمائة واربعون متر بهذه الطريقة ستمائة واربعون متر بالنسبة الجزء الثاني في التمرين السابع لدينا مسلة متساوي الاضلاع اذا متساوي الاضلاع اذا اذا اضلاعه كلها متساوية اذا كان هنا ستة سنجد هنا ستة سنجد هنا ستة دون مسلات متساوي الاضلاع لدينا المربع ا المربع ا كم هو ضلعه المربع ا ضلعه هو تمانية تمانية هيكتو ماتر تمانية هيكتو ماتر سنضربها في ثلاثة لماذا ثلاثة لان المثلت لديه اه لديه ثلاثة اضلاع اذا تمانية في ثلاثة هي اربعة و عشرون هيكتو اذا اربعة و عشرون هيكتو ماتر اذا اربعة و عشرون لدينا هنا قياس المحيط ونبحث عن قياس اه اضلاع اذا خمسة عشر ماتر سنقسمها على ثلاثة يعني المثلت كما قلنا لديه ثلاثة اضلاع كم سنجد اذا خمسة ماتر لان خمسة في ثلاثة تساوي خمسة عشر ماتر اذا خمسة ننتقل الى المثلت الاخير لدينا هنا قياس الضالع بالماتر ولكن نريد حساب المحيط بالديكاماتر سنحول اه مائة ماتر كم تساوي من ديكاماتر اذا تساوي عشرة ديكاماتر اذا قمنا بتحويلها في جدول التحويلات اذا عشرة ديكاماتر اذا عشرة ديكاماتر سنضربها في ثلاثة اضلاع سنجد ثلاثون ديكاماتر اذا هذا هو قياس محيط المثلت الاخير اللي هو سي ثلاثون ديكاماتر اذا اتمنى ان تكونوا قد استوعبتم جيدا درس محيط الاشكال الهندسية والاشكال الهندسية بالنسبة للمربع المستطيل والمثلت ساترككم مع القاعدة قلنا انه قياس محيط المربع اذا 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 بالنسبة للمثلت لدينا المثلت هو مجموع أضلاعه إذن هو A زائد B زائد C إذن شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء